اشتركوا في القناة 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 وجوائزنا نقدية وعينية واكثر من الجوائز النقدية والعينية مشاهدين الكرام هناك ايضا في نهاية كل اسبوع تذاكر سفر مقدمة من العربية للطيارة بيتم السحب عليها ان شاء الله كل خميس ونذكركم بالجائزة الكبرى مشاهدين الكرام سيارة شفر لي فيو موديل 2018 مقدمة من قرية الشعب ما عليكم غيركم ترسلون الاسم الثلاثي على رسالة نصية على الرقم 3838 اما بالنسبة للمشاركين من خارج الدولة بامكانهم التواصل ويانا على الارقام اللي بتظهر على الشاشة ان شاء الله وبيفوزون ويانا ب1500 درهم وطبعا مؤسسة الشارق للإعلام دائما كل خميس مشاهدين الكرام عندهم تذكرتين سفر مقدمة من العربية للسيارات لجمهورنا الكريم مثل ما تعودنا جمال وعودنا مشاهدينا ان في بداية كل حلقة نسحب على الفائز اللي فازوا يانا المثل البارحي بس خلونا نشوف شو كان المثل ونرجع نسحب ان شاء الله يقول المثل اللي يموت أبوه يتوسد أمه واللي تموت أمه يتوسد الاعتباء ماذا يقصد بهذا المثل يضرب هذا القول الشعبي مبالغة في أهمية الأم ووقوفها إلى جانب أبنائها وقت الشدة وعطفها عليهم بعد وفاة الأب مثل ما شفنا المثل المشاهدين الكرام سؤال حلقة أمس واليوم إن شاء الله بيتم السحب حاليا بنسحب بنشوف منه الفائز ويلا يا شيخة يلا يا شيخة طلعي لنا اسم اخلطي قبل يلا يا شيخ اخلطي اخلطي وخلط بلط خلط بلط يلا طلعي الاسم نشوف منه الفائز يا سلام عطي عليهم لا عطي عليهم متعازم عليهم ألف ألف مبروك للفائز خالد هاشم محمد ألف مبروك فستوياننا بجائزة قدرها ألف درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام وبالبركة مبروكين إن شاء الله تعالوا متذكركم مشاهدين الكرام لكم تقدرون تشاركونا في إجابات بشكل يومي على مسابقة المثل على الهاشتاغ بعدين المثل أندرسكور يقول الاسم الثلاثي والإجابة صحيح إذن المشاركات التمع على حساب المؤسسة في إنستجرام وتويتر شارجة أندرسكور تي في ومثل ما ذكر أخوي جمال نحط الوسم يقول المثل متبوع بالإجابة الصحيحة ولا تنسون اسمكم الثلاثي طبعا مثل ما اليوم إن شاء الله نطرح عليكم مثل حلقة اليوم ونسيروا يا بعض نشوف والمثل يقول يقول المثل أطحن له بر ويطحن لي شعير ماذا يقصد بهذا المثل إذن شفنا هذا المثل العليا ويا جمهورنا الكريم وننتظر إجاباتكم بإذن الله تعالى نذكركم بس بطريقة الاشتراك الوسم زائد المثل أندرسكور يقول الاسم الثلاثي والإجابة الصحيحة وإن شاء الله الفايز مثل ما ذكرنا قبل شوي نسحب على الاسم إن شاء الله في الحلقة اليائية نعم وألف درهم لا تفوتونا وأهم شيء الاسم الثلاثي يا جماعة الخير الحين مشاهدين الكرام نطلع لفقرة الفقرة دائما هناك في معلومة نطرحها لمشاهدين الكرام فقرة بعنوان القاوة تبدأ هذه الحلقة بفقرة اخترناها لكم من منطقة شيص التابع ليمارة الشارقة فقرة تتحدث عن بركة القاوة أو بركة القاوة التي تميزت بمياه عذبة اعتمدة عليها أهل المنطقة في ري محاصيلهم الزراعية قبل أن تصبح في وقتنا الحاضر مقصدا للسياح والمقيمين من كافة أرجاء الدولة دعونا نتابع هذا التقرير أو هذه الفقرة عن بركة القاوة وراجعي لكم سريعا أهمية مثلتها للقاوة لمياه منطقة شيص على خبر اجدادنا وهنها اللي كانوا متواجدين الله يرحمهم اللي راح والمواجد اللي موجودة اللي يحفظهم أنها القاوة كانوا يغسلوا منابس منها يتسبحوا منها يزقوا النخل اللي تحت في الوادي ذاك الحرف يسمونه يزقوا النخل اللي منها لين الشعبية اللي باننا الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسب الله يطول وعمره يباركه بصحة إن شاء الله ميزات القاوة مياه صالحة للشرب يعني أي حد تعال وشرب منه الحمد لله طبيعي وماي فيه لذة سبحان الله لو تشرب منه ما تشبع تحس إنه يعني بعدك تبت شرب صح إنها شبع عندك بس الحمد لله شيء نشرب ويدر وينبع من مياه جوفية من مياه جوفية وينزل ماء من القبيل القبيل ينزل الماء لين القاوة هذا القبيل الروحة بعد لها منابع وهني ينزل لين القاوة ينزل خفيف وعندك منابع مياه جوفية ينزل خفيف خفيف ويمتزر الماء عدنا مسوينا نفس الحبيثة مسكر هذا عسبت يزقو النخل فيه موسيقى يعني من القاوة السياح اللي فيها من كل الجنسيات السياح الموجودين ينزلوا فترة هني عدنا ولا المقيمين أيام الإجازات يعني حتى في اليوم عادي تمر علينا خمسين سيارة ستين سيارة في اليوم في الأيام الإجازات وما تحصل لك مكان موسيقى اشتركوا في القناة وبعد ما شفنا مشاهدين الكرام هذه الفقرة التي تتحدث عن برشة القاوة في منطقة شيصة تابعة لإمارة الشارقة وأيضا ننتقل إلى موضوع الحلقة الذي نتحدث بإذن الله اليوم عن الترابط ما بين البيئات المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وللحديث عن هذا الموضوع نرحب ضيفنا المتميز دائما في المرمس الأستاذ عبدالله الهدية الشحي الباحث في التراث مساك الله بالخير أبو محمد مساك النور مساك الشعادة الله يبارك فيك مساك الله بالخير مبارك عليك الشهر قبل أن نبدأ حديثنا عن البيئات المختلفة في الإمارات شفنا هذه الفقرة عن برشة القاوة تعليقك على هذا التقديم هذه بيئة إماراتية من البيئات التي نعتز بها فكريا ثقافيا حتى كموقع ما يشدني هنا هنا كان مورد وكان منبع أيضا إذا انتقلت إلى الجانب الآخر أجد الأفلاج وتلك الهندسة الجميلة طريقة السيء والاعتماد هذا ينقني إلى شيء آخر أن حيثما وجد الماء وجد الإنسان ووجدت الحضارة بالتالي هذه البركة كان لها دور وما زال وسيبقى سواء في الذاكرة الشعبية أو في الذاكرة المجتمعية بشكل عام أيضا عندنا الطوي عند البيئة الزراعية أيضا هذا وبالتالي هذا الماء الذي يخرج من الطوي عبر اليازرة أو عبر بعد ذلك المكائن ثم ينتقل إلى الحوض وهو نوع من البرك لكن أيضا شيء آخر البركة أيضا على سفوح الجبال بين الأودية نعم مصبات مياه الأمطار يعمل لها طريق معين أو هندسة معينة ثم يجتمع هذا الماء أيضا ويتجمع في هذه البركة نعم إذن هذه هي بيئة الإمارات بمستويات المختلفة نعم تتفق على شيء واحد وهو حيثما وجد الماء وجد هذا الإنسان نعم إذا ما نتكلم اليوم عن البيئات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله نلاحظ هناك في البيئة البحرية والبيئة الجبلية والبيئة البدوية يعني تعدد الثقافات حتى مختلفة ما بين بيئة وأخرى لو نتحدث بشكل عام الحمد لله رب العالمين هذا التنوع أعطى البعد الثقافي جمال آخر هذا التنوع في ثقافة المكان أعطتنا شيء الكثير من الموروث الشعبي لو تكلمت عن البيئة البحرية لها الكثير من الهازيج لها الكثير أيضا سكان السواحل العادات حتى التقاليد ربما يعني المدن الكبرى كانت أيضا على الساحل أنتقل إلى البيئة الزراعية أيضا كان لها دور في شتى مناحي الحياة هنا سلت الغذاء الذي يقدم إلى أبن الساحل أيضا هذا كان له جانب آخر أنتقل إلى البيئة الجبلية ولها ما عليها ولها ما لها من الأهازيج لها أيضا طبيعة الإنسان ابن الجبل ربما له بعض الخصوصيات مثل ما كان لابن الساحل الخصوصية أيضا ابن الصحراء له لإحتقافته لإمتداده لأهازيجه لأشعاره وله 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 أيضا عندنا منطقة هي السيوح أو تلك القرى التي بين هذا الجبل وذاك الجبل ما نسميهم بسكان الحيور أيضا لهم طرق خاصة في الزراعة لهم طرق تشابه جميل وخصوصيات أيضا أجمل نعم ربما إن الإنسان الإماراتي بشكل عام هو متفق على كثير من معطيات الحياة ولكن كل البيئة مع هذا لها خصوصيته لها خصوصيته في الأعراس ومدة أيام الأعراس لها خصوصيته في إشكال الاحتفال بالإعياد لها خصوصياته في المرمس لها خصوصياته حتى في المفردة لها خصوصياته بشكل عام في كل مناحي الحياة المعطيات فلذلك هذا التنوع أنا أعتقد أنه هو إثراء ثقافي ولكن عند دراسة هذه البيئة أو تلك البيئة هنا يجب أن ندرس ثقافة المكان لأن ثقافة المكان هي الخصوصية مع وجود هذا العموم المشترك أستاذ تكلمنا عن تنوع البيئات بس الآن لو نتكلم شو يميز كل بيئة عن غيرها يعني نتكلم على كل بيئة على حدة يعني هو تنوع البيئات بالتالي أنا أشرت إلى شيء مهم أيضا أن قد تكون البيئة مع البيئة هو نفس الإنسان يعني قد يكون صاحب بحر وهو بذلك يمتلك مزرعة خاصة في النطاق الجغرافي القريب من بعض قد يكون أيضا لديه بيت على سفوح الجبال وله بيت آخر في السيح نعم لامتداد السهول التي في جانب الجبال هذا أيضا ابن الصحراء وقت معين لديه ما لديه من الماشية هو من الإبل وما ولكن أيضا في لحظات أخرى يمد الغوص صحيح نعم وهو أبن بحر وأبن الصحراء أبن مزرعة وأبن بحر أبن بحر وأبن جبل نعم هذا يعني يدل على أن الإنسان الإماراتي كيان واحد صحيح وإن تعددت البيئات نعم ولكنه هو واحد في كل هذه البيئات نعم تأثير هذه البيئات على الإنسان على الفرد نفسه اليوم مثلا نشوف أجدادنا مثلا اللي كانوا الأوليين اللي ما زالوا باقينا اللي يعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر نشوف تعلموا الحياة من قسوة البيئة مثلا إذا كانت بيئة قاسية مثلا البحر مثلا أيام الغوص يدخلون في أربع شهور وست شهور القسوة اللي علمتهم في الحياة الجبلية الصعود الجبال وعلمتهم حتى القسوة حتى القسوة البدنية البنية البدنية فهذا كيف أثرت اليوم يعني على كيان الإنسان وأنه فعلا اليوم في ظل هذا التطور حتى اليوم يعني بشكل مختصر نتكلم عن هذا في مقول ابن خلدون البقاع تؤثر على الطباعة نعم فأبن البحر لابد أن تكون طباعة أيضا خاصة مختلفة عن ابن الجبل قد يثور ولكن السرعان ما يهدى طبيعة البحر هي أثرت فيه ابن الجبل ترى الصلابة ترى الشدة ترى الكذا قسوة الحياة أيضا علمتها أن يكون كذا ابن الصحراء هذا التنقل والبحث عن مصدر الرزق ولكن أيضا تلك الواحات الموجودة الذيد الخران العين هذه كانت واحات في السابق أيضا كانت هذه حاضرة بالنسبة لأبن الصحراء بالتالي هذه الخصوصية وتلك خصوصية وتلك خصوصية ولكن أنا أعتقد أن القاسم المشترك هو عندما يجتمع الجميع في الإعياد بجانب حصن الحاكم نعم أبو محمد هنا يتم هذا التمازج ويتم تمازج أيضا هي طبائع نعم لا شك أنها مختلفة ولكن ليس ذلك الاختلاف صحيح في نهاية المطاف تبقى المرؤة العربية صحيح يبقى الكرم العربي نعم ويبقى الرحم ويبقى 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 هذه الأمور الجميلة نعم يعني سواء اختلف نوعا ما في بيئته من هذه البيئة أو هذه البيئة لكن القاسم المشترك هو المرؤة وهو سحر الشرق نعم بمحمد نحن مستمرين بالحديث إياك لكن إذا تسمحنا نأخذ اتصالات من جمهورنا الكريم ويانا أحمد من عيمان مساء الله بالخير يا أحمد مساء الله بالنور شروع شيف حالك يا أحمد عند الله بخير أحمد جاهز للسؤال عندك عشرين ثاني للإجابة أيها جاهز جاهز السؤال الأول يقول ما المقصود بالطربال شو هو الطربال يا أحمد أبني سؤال سهل الطربال الطربال هذه نفس المطلة ها نفس المطلة نفسي يغطي شو يغطي يعني يعني أوصف لي للطربال هو شو نفس اللايلون تحط فوق من شو مصنوع الطربال من اللايلون وبعد من الخيوط يعني يعني من نايلون ومن النقماش المقوى صح ولا غلط مقوى صح صح ها الطربال ساعات نغطي السيارة ساعات نغطي الأغراب ساعات في الرحلات ها هي تغطي الرحلات جاهز وجائزتك ألف درهم مقدمة من مؤسسة الشرق للإعلام يا أحمد وقسيمة مشتريات بقيمة ألف درهم مقدمة من مفرشات 2XL بتشتير طربال إذا عندهم إن شاء الله ونقول حي الله هل دبل حصن مسات شاء الله بالخير يا شيخة هل عبت حبيبتي مثلنا وش أقار وش حالك يا شيخة الحمد لله كل عامل في بخير وانت بخير وصحة وسلامة تتابعيننا يا شيخة هي هي من أول رمضان تتابعكم ما شاء الله لك استفدتي تعلمت شي هي هي في ويد بمعلومات الحمد لله واذا اللي نحن نتمنى نعم شيخة راه عندها السؤال صعب ويد لا أسئلتي إذا احترتي أنا جاهز سيارات أسئلتي سهلا ما عليك جمال شخ بارك تسليمي يا الله يحفظك إن شاء الله يا رب السؤال يقول شو يعني ميهود فلان ميهود 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 مريض تعبان متأكدة بالتبتيل هيها مسكين يا عمي ما يبال هاشا شفتي كيف سئلتنا سهلة وانتي صحية شيخة الحمد لله الحمد لله ألف مبروك فاستويالنا بألف درهم نقدا مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة ألف درهم مقدمة من مفروشات 2XL علشان مر ثاني ما تقول سئلتنا صعبة آمنة ايش حالت عنا آمنة من رأس الخيمة هلا و الله هلا يا آمنة شيف حالت الحمد لله بخير كباركم بخير دام أنتو بخير نحنا بخير الحمد لله رب العالمين الحمد لله شوفي أنا سؤالي سهل بس لا تضحكين إذا ضحكتي ما بنحسب الإجابة أوكي هاي الأداة يستخدمونها في البيوت اللي يعني باقول لك السؤال وعندوش 20 ثانية القفاطة شو يقصدون بالقفاطة ها القفاطة يلا يومنا رمضان كريم عطوني خيارة ها عندكم فيارين في البيت القفاطة ها مصيدة المصيدة وانت صح ألف مبروك إن شاء الله عندك ألف درهم مقدمة من أساس الشرق للإعلام وأيضا قسيمة مشتريات بألف درهم مقدمة من 2XL بس ما عندهم قفاطات تشترين ترى من عندهم السلام عليكم ويانا اتصال من عزام ألو السلام عليكم عزام هيا هيا أنا أخت عزام أخت عزام حيا الله أخت عزام إش حالتش؟ الله يحييت الحمد لله تمام مساتش الله بالخير قبل نقولك وشو معلوماتك التراثية يعني نص نص لا نحن ما نبان نص نص المفروض تبحثون وتتثقفون هذا الهدف من الأسئلة بش بعد نساعدوننا بنساعد إن شاء الله بس قبل شوي يحاولوا المحاولة مهمة نشوف السؤال المطيلات شو هنا المطيلات؟ المطيلات نوع من أعطني خيارات هل المطيلات هو نبث الخلخال ما شاء الله عليك شفتي طلعت شاطرة حتى ما خلتيني أعطيك الخيارات أختي ساعدتني أختي عيد جاسمي وياها الجائزة ألف مبروك إن شاء الله بستي وياهنا بجائزة قدرها ألف درهم نقدا مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 500 درهم مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية ونحن طبعا ما زلنا مستمرين في الحوار الشيق مع ضيفنا أبو محمد الأستاذ عبد الله الهدية الشيحي باحث في التراث يعني أبو محمد نحن نتكلم شوي عن العادات والتقاليد مثل ما ذكرت عادات تختلف بين مكان بين بيئة وبيئة لكن اليوم هذه العادات والتقاليد في البيئات كيف أثرت على الترابط الأسري اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني المقولة معروفة نعم من ليس له ماضي ليس له حاضر هذه مقولة أبونا طيب الله تراح الشيخ زعيد الله أرحمه يغفر هذا الأرض الثقافي هذا الأرض الفكري الجميل سواء كان في السابق نحن يعني الترابط كان موجود نعم كل أبناء الإمارات كانوا في الهيرات نعم تجمع نعم كل أبناء الإمارات كانوا في الأعياد نعم كل أبناء الإمارات كانوا في الواحات صحي النسب كان متداخل فمتواجد أيضا هذه الثقافة البيئية أنا أعتقد أنها محتصرت وبقت في بيئتها وتقوقعت في ذلك المكان نعم إنما انتقلت وهنا تأثير وتأثر صحي تجاور نعم تلاقي المظلة العامة القيادة نعم أنا أعتقد أن لها دور كبير أيضا في توحيد هذه الثقافة نعم نعم هناك بعض الخصوصيات ربما على سبيل المثال مثلا لو أخذنا البرقة من بيئة لبيئة يختن في شكل صحي نعم ولكن يبقى البرقة صحي صحي هذه الألوان الزاهية في الثوب بالنسبة للمرأة صحي كل اتفاق على هذه الألوان نعم أيضا هذه دلالة واضحة حتى السرود صحي المتشبه كل هذه الألوان الجميلة التي يعني يعني هذا الذوق الإماراتي الممتد من ذلك الزمن إلى هذا الزمن له تأثيره الإيجابي نعم محليا ثم دورنا الآن نحن من خلال هذه الوسائل من خلال هذا البرنامج المبارك وغيرها من البرامج انتقل أيضا إلى العالمية نعم نسوق لأنفسنا وهذا يجب أن نركز على هذا الجانب بذلك أستاذ على طار التسويق يعني لو نتكلم من الناحية الاقتصادية كيف أثر الاقتصاد على زيادة التلاحم وترابط بين هذه البيئات؟ لا شك يعني لكل بيئة منتجاتها صحي وبالتالي ما تحتاجه البيئة البحرية أيضا هو بحاجة إلى بيئة الجبال لعوب عندما زراعة القمح هو له ولكن أيضا الفائض لابد أن يسوق نعم وقبل هذا وذاك أنا أعتقد أن هناك ظاهرة جميلة كانت في الماضي الوقف البيئة الزراعية صاحب مزرعة نخيل تجد لديه نخيل على عدد النخيل ربما تكون نخله أو أكثر من نخله وقف لله سبحانه وتعالى نعم هذه الظاهرة صاحب الأملاكة الأراضي صحيح لا بد أن يخرج أيضا قطعة أرض أو قطعتين وقف لله نعم تعالى أنا أعتقد أن هذه أيضا ثقافة صحيح ما زالت موجودة الآن بالتبرع من الإمارات السخي أبن الصحراء عندما يأتي بالحطب أو باللبن أو كذا أيضا هو محتاج إلى السمك نعم أبن الجبل يأتي بالجبن ويأتي بالعسل بالحليل بمنتجاته أيضا أبن المنطقة الزراعية يأتي بالنخيل ولديه الليمون ولديه الفواكه هو لديه يعني البيئة الإماراتية بيئة غنية يعني أنت الآن لما تجد تجد البيئة الزراعية أو البحرية في المتقاربة بالدار نعم تجدهم في الصيف تجد التين وتجد الماغا وتجد الموز وتجد يعني هذا شيء جميل يجب أن نركز عليه يعني هذا أنا أعتقد أن بيئة الإمارات كانت غنية بمنتجاتها نعم ليست بتلك الوفرة ولكن كانت يعني أيضا تنتقل من بيئة إلى بيئة حسب الحاجة نعم هذا التلاقي هذا التفاعل هذا التبادل التجاري له دور أيضا شيء آخر من ناحية هو ليس فقط مجرد أن يبيع كل خاطر يأتي من بيئة إلى بيئة يأتي بهدية من هذه البيئة صحيح لتلك نعم وبالتالي أيضا صاحب هذا المزار يعطي مامبه في بيئته نعم إهداءات صحيح تبادل ثقافات نعم تبادل تحابه صحيح يعني غير عن التبادل الثقافية مثل ما أشر تبارك الله فيك نعم شيء جديد نعم أيضا تبادل في السلع تبادل في الحكاية تبادل في كل شيء نعم يعني هذا التكامل أنا أعتقد بعينه نعم نعم مرة هاني بنرجع لك بمحمد نأخذ التصالات أخرى من المشاهدين الكرام ميرا من دبي مساك الله بالخير يا ميرا أهلين مساء النور والفرور شخ بارك بخير بالحمد لله شخ بارك أنت بالحمد لله كل عمش بخير الله يسلمك وانت بخير والصحة وسلام إن شاء الله ميرا شد لبستي برقع لا 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 أمي بس لبس زين أمت حذالت يالسة لا فيديتها محاد فيديت الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله آمين يا رب زين السؤال يتعلق في البرقع أنت عاد كيفتك أنت وحظتك أنا ما ساعد تعرفيني مول أبدا لا جمال بلد ألسة ساعدهم كلام ما اليوم مزاجي مبعد لليوم بس ما عليه على حبي على عشرين ثانية عندش للإجابة الشبق الشبق شو يقصدون بالشبق الشي يتعلق في البرقع أو الشبق عطني خيارين ها عطني خيارين بعطيش خيارين خيط الشيلة أو خيط البرقع خيط البرقع طبعا لأن قتلك أنا شي يتعلق بالبرقع يعني مو بشي يديد يا ميرا يعني أعتبر إجابة صحيحة أو لا أكيد صحيحة تثبتين أكيد إن شاء الله شفتي عاد أنا شكايل ما أساعد لكن عندك ألف درهم مقدمة من مؤسسة الشارع خلال الإعلام ألف مبروك إن شاء الله وقسيمة بقيمة 500 درهم من مجموعة محمد إهلال مبروك يا ميرا ونقول حي الله اللي بجيرة أدفع عليكم عليكم السلام مسات الله بالخير يا آمنة مسات الله بالنور وش حالت يا آمنة الحمد لله تمام شو رأيتش في أسئلتنا صعبة أو سهلة زينة 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 استفدت منها ولا تعرفينها كيف استفدت يلا زينة أحين سؤالنا بعد إن شاء الله بعد سهل إن شاء الله تقول لك أفلان ضرب شو يعني؟ أفلان شو؟ ضرب الضرابة أفلان ضرب؟ هاي الضرابة شو هي؟ أعطني خيارات والله سهلة نشوفها وايد سن يعني السن الرجل شفتك؟ يعني؟ صح لبق يعني خلنا نقول محمود الفعال مثل ما قلتي صح؟ بالثبتي هاي وإجابتك صحيحة جعلت هاي ثبتي يعني هاي ألف مبروك يا آمنة نفستي ويانب ألف درهم نقدا مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 500 درهم مقدمة من مجموعة إهلال زين عندنا عندنا سارة من الفجيرة سارة شيف حالك؟ سارة تسمعينينا يا سارة؟ ألو السلام عليكم وعليكم السلام سارة؟ الحالك أخي جمال بخير الله يتسلمش طاب حالك مبارك إليكم الشهر علينا وعليك سارة ويانا صح؟ هي نعم سارة من الفجيرة والنعم والله أهل الفجيرة كلهم حالك الحمد لله بخير الله يتسلمش عادنا بسأل سؤال سهل وعندك عشرين ثانية ما بساعد تعرفيني لا لا ما بتقصر بساعد إن شاء الله يمكن الإجابة سهلة لكن المسمى قديم عادنا يمكن أخلي أبو محمد بعد يشاركنا في هذا السؤال أمنوه هي الحاسر؟ الحاسر على منوه يقولون الحاسر؟ صغيرة ها؟ المولودة الصغيرة البنت المولودة الصغيرة تقول أبو محمد صح الكلمة؟ ساعدها ها؟ بنت ساعدت أنت شو قلت يا سارة؟ البنت البنت الصغيرة حديثاً يعني المولودة توها هي نعتبر إجابة صحيحة أو لا نعتبر إجابة صحيحة؟ نحن نعطيك العافية ألف درهم مقدمة من مؤسسة الشارك للإعلام وقسيمة 500 درهم مقدمة من مجموعة محمد إهلال مبروك يا سارة حي الله أحلام مساج الله بالخير يا أحلام سلام عليكم عليكم السلام والرحمة وش حالك؟ عليكم الشهر علينا وعليكم الحمد لله الحمد لله تمام حي الله للأردن نعم التابعين نعم أبدأ بيكم أحب أن أشارك معكم إن شاء الله رأيت حلقة البارحة؟ سؤالنا متعلق في موضوع طرحنا البارحة سمعي السؤال يقول ما اسم الأداة المستخدمة في طحن القمح قديمة أداة عبارة عن حجرين أتوقع عدتكم بعد نفس الشيء تستخدم لطحن القمح صح صح شو اسمها؟ الطحونة لا لمسمة ثاني الرحة وانت صح الرحة ألف مبروك استوياننا ب 1500 درهم نقدا مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام بالبركة إذن مشاهدين الكرام كانت هذه بعض أسئلتنا لحلقتنا اليوم إحنا ما زلنا مستمرين في المرمس مشاهدين الكرام أبو محمد بنرجعلك إن شاء الله تعالى في فقرة أخرى مشاهدين الكرام بنطعلي فاصل سريع وراجعي لكم خلوكم إيانا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة رعاية سعادة حياة 2XL جن من منزلك بمجموعة فريدة من الديكورات الأنيقة قرية الشعب حيث التسوق ليس له مفيل مستحضرات تجميلية عطورات أحذية وحقائب والكثير الكثير من المنتجات لجميع أفراد الأسرة قرية الشعب متعة التسوق وعراقة الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ها الوالد عادة أنا ترى حريف الكيرم وقدريبك بداية الحلقة بغشني هذاكي بس فست عليه وخليتي يدفع جيمة الباجل والدنقو عادة هاي الوالد لا مادة شد مشاهدين الكرام ترى احنا ويا الوالد اليوم مش في المنامة في القهوة قهوة النشان والوالد طبعا نحنا كنا نتكلم اليوم شايف حالك الوالد أول شيء حياك ضيب مرتاح ان شاء الله والله يبنى الله يبارس فيك الله يحيكم الله يسلمك طبعا الوالد قبل أن نبدأ حديثنا نذكر مشاهدين الكرام عن مثل اليوم خلنا نشوف مثل هذه الحلقة الشي يقولي ويقول المثل يقول المثل أطحن له بر ويطحن لي شعير ماذا يقصد بهذا المثل ومثل ما شفنا مشاهدين الكرام مثل حلقة الليلة ونترى إجاباتكم إن شاء الله تعالى على الهاشتاغ أو الوسم زائد المثل أندرسكور يقول الاسم الثلاثي والجواب مشاهدين الكرام لا تنسون واللي حاب يتواصلوا إيانا عبر برنامجنا إن شان ما عليه غير أن يبعث الاسم الثلاثي على الرسالة النصية ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية ونرجع للوالد أبو محمد طمني عليك يا أبو محمد يا أهلا وسهلا فيك خالد الله يبارس فيك اليوم كنت نتكلم الوالد عن التراث ونتكلم عن البيئات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكانوا يا أبو محمد حتى كان يتكلم بشكل عام فنتكلم الوالد بخبرتك اليوم بنظراتك اليوم عن البيئات المختلفة وترابطها اليوم مع بعض هي أول شي بسم الله الرحمن الرحيم هي بالنسبة للبيئات المختلفة أصلا مرتبطة ببعضها نعم كل واحد محتاج إلى الثانية نعم راعي البحر محتاج إلى راعي البر وراعي البر محتاج إلى راعي الجبل نعم وكلنا لازم نكون يد وحده نحن نستقبل الحاجات الي عندهم ونعطيهم الحاجات الي عندنا كتبادل نعم وهذه من النوع التجارة اللي سيدة قبل نعم مما ينشط بين الإمارات الداخلية في دولة الإمارات هذه الأشياء هذه أنت تجيب بضاعتك هنا ترضعها تعرضها عندي أنا هنا نعم وأنا أخذت منك البضاعة هاي وأعطيك مقابلها وضعها اللي أنت تحتاجها صحي حق هذه هي الترابط نعم لأن ما نستورد شي من الخارج نستورد شي من البيئة صحي ناخد شي من البيئة من صنع يد نعم اليد الداخلية نعم يعني حتى قبل كانت الموارد بسيطة يعني الموارد بسيطة ولكن تكفي البلد نعم أنا لو مثلا نحن نزل هذا واحد مني بل يايب العسل والجبن والألبان هذه كلها ما نعني بيبيعها؟ صحي بيبيعها على رأى الساحل صحيح لأننا نحن محتاجينها وهو شو اللي محتاج لنا؟ محتاج لنا مثلا مثلا الموالح المجففة العوال المجففة القهوة العيش اللي هي محتاجين له يواخلها هنا صحيح ونحن محتاجين لهذه البضاعة ثانيا حتى مثلا أهل البر هل البر محتاجين لنا نحن ونحن محتاجين له صحيح لأنهم يجيبون لنا مثلا من عندهم كان يبون هذه البرسيم نحن نقول قبل نسمي نحن نقول الحشيش والحطاب ويبون الأشياء اللي نحن محتاجينه من هناك هنة ونفس الشي نحن نبادلها بنفس التجارة صحيح نعطيهم الحاجات اللي هم يبونها من أهله عندنا نحن كأهل بساحل ما لنا نغيرها عن بعض أبدا صحيح وهذه نعم وهذه خلقة الوالد يعني التجارة وفتح الباب رزق نعم نعم للناس اللي هي التقارب نعم أول شي صلى التقارب أصلا نعم بينه وبينهم وما كانت يعني عندها كل يوم سيارة وغيرها كان كل هاي الأشياء على جمال وعلى حمير وعلى غيرها يوصلون فيها يعني ياختون فيها مدة معينة أحيانا يومين وثلاث أيام على بعد النسافة حويتها يوصلون إلينا هنا وياختون الحاجة اللي هم أيون ويرتاحون ياختون الحاجة اللي هم محتاجينه في البر لأنه إذا ما أخذ الحاجة هاي متى يوصل عنده إليه ينزل اللي عنده باع اللي عنده واشترا يعني مثل ما قال اللي بدوي يقول يعني باعي حطب وشاري سمت ومروح الله نعم باع الحطب اللي عنده واشترا السمت وحتاج إليه كالحطب بنعني باع علينا نحنا لأننا محتاجين حق الحطب صحيح وهو محتاج حق السمت وخد حاجة وروح من أهلي صحيح فهذا يعني مثل البسيط يعني من أمثال اللي هي ترابط العادات والتقاليد الوالد تختلف من بيئة إلى بيئة اليوم شو أثر اليوم ما شاء الله النسب ما شاء الله نعم يعني كيف أثر هذا النسب اليوم البيئة البدوية كيف أثرت مثلا على البيئة الجبلية على البحرية طيب والله عمرك هي اللي أثرت فيها لأنه ما تموا مرتبطين على أساس أن البر يتم على حالها نعم والأهل البحر على الأهل فأظلت التقارب بيننا وبينهم أصلا يجي مثلا رعي راس خيمة يزود من الشارج أهلي نعم يجي من البر يزود من هنا أروح هنا أزود من البر صحيح فأصوحت هي الترابط بدلا ما كانت متفرقة أصوحت مرتبطة بالضبط بعضا بعض نعم فأصوحنا اليوم أنت طالحت شوف يعني رعي رفجيرة شوف رعي راس خيمة شوف رعي أبوض كل ما تلاقيهم موجودين هنا صحيح ياما واحد منهم أغلبهم يزود من هنا ويشتغل هنا وأغلبهم يشتغل هنا ويشتغل فيه بغضبي فأصوحت كتلة واحدة نحن نعم وهذا كلب بفضل من فضله هذا من فضل الله وفضل القيادة الرشيدة صحيح اللي أمرت بتوسية من المرحوم الله يرحمه أقبل الله قال يعني اليد وحدة ما تصفج صحيح إلا لما تحط يدك عليها بنتين فلازم يعني يكون أننا نحن مثل ما كان يعني سابقا نحسن الوضع هذا كله نعم ووصلنا إلى هذه المرحلة الحمد لله رب العالمين نعم بين إمارة وإمارة وبين بيئة وبيئة صارت حتى متقاربة يعني اليوم هي طوال عمرك متقاربة نعم هي تختلف في بعض الأشياء في اللفظ بس صحيح وإنما هي والمعنى واحد نعم نعم ربما المعنى واحد صحيح بس إنما اختلاف يعني فيه ما نقول اللغة اختلاف اللغة لا اختلاف اللفظ بالضبط لأننا نحن كعرب لغتنا وحدة صحيح مثلا في دولة الإمارات نعم كنا قريبين من بعض ربما في بعض الأشياء يعني تختلف كمسميات ما لها نعم بالنسبة يعني من مكان إلى مكان راعي الجبل لمسميات قليلة تختلف البر راعي تختلف نعم راعي الإمارات هنا تختلف يعني مثلا راعي البحر تختلف عندي نعم حتى في أنواع مثلا أنت لو تجيت مثلا جيت سوق السمت و لقيت سمت نعم ما بسمت شيء واحدة صحيح تلاقي القباب والشنعد والهامور نعم والخباط الشعري يعني عدة أسماء صحيح هل هي ولكن الأسم واحد صحيح صحيح كم لو أعد لي كان مئة أسم من الأسماك نعم عرف كيف وأنواعها ولكن الأسم سمك صح لكن المسميات يعني شوف هذه كلها نعم بس إنما تختلف في الألفاظ يعني يعني شيء قليل يعني نعم سيكتبها بحقيقة صحيح لا يمكن لأن الكتاب وحده بالضبط هاي البيئات الوالد نعم نحن تكلمنا عن دولة الإمارات العربية المتحدة لكن أنتم ما شاء الله اختلطوا بدول الخليج دول الخليج حتى هناك عادات تختلف تقاليد تختلف بيئات مختلفة نعم هل أثرت علينا نحن يعني هاي العادات هل أثرت صار الخليج لا 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 ما أثرت علينا الحمد لله رب العالمين لأن ليش الدراسة وحدة نعم يعني شوف هنا مثلا عندك الكويت الإمارات البحرين غيرها كلمة معارف صحيح أرى كيف يعني هذه شو المعارف معارف يعني تعارف بين الناس كلها معارف الكويت معارف البحرين معارف الإمارات معارف السعودية نعم هي كلها اللفظ واحد ولكن إنما هناك فيه عندهم عادات وتقاريد شو يعني تربطهم نعم بيئتهم نعم اللي هم فيها نعم بس إنما هي كتابة كتابة لا يمكن تكتب أن تكتب أنت أحب مثلا كلمة القرآن الكريم صحيح تقدر تكتبها غير القرآن الكريم صحيح ما هي لكن تروح من هنا إلى أي دولة في العالم هتلاقي كلمة القرآن صحيح هي الكلمة العربية نعم لأن العربية أقوى اللغة عرب كيف نعم هي اللغة الغربية صحيح وأصعب لغة هي اللغة العربية سبحان الله زين الوالد اليوم ما شاء الله عيالنا يعني يمكن ما يعرفون رمز الأولية يعني بعض المصطلحات بعض الكلمات مثل أسئلتنا نحن يعني في البرنامج نعم نعم والله هاي متطلبات الحياة نعم لأنك أنت اليوم ما تقدر ترجع الماضي إلى الوراء صحيح لأنك تريد تروح جدام بضب لأنه لما يطلع الولد قالوا بي أنت مستقبلك جدامك مستقبل جدامك صحيح ما يقولوا لمستقبل وراك لأنك شو مستقبله بيرجع الغوص نعم ولا بيرجع السمت صحيح ولا بيرجع لا يبقى اليوم متعان أصبح اليوم العلمي يقترف صحيح الإمارة وصلوا إلى الحمد لله الحمد لله بسبب التقدم التقدم اللي حصل لأننا لا يمكن نتغانى عن الأجنبي من برع نحن اللغة نحن محتاجين اللغة نحن محتاجين اللغة اللغة هذه اليوم تربطنا بالعالم إذا نحن ما تعلمنا هذه اللغة هذه كيف نقدر نسافر إلى الخارج كيف نقدر نعيش في الخارج لازم نكون نقوي عزيمتنا نقوي عزيمتنا بالعلم نعم بالمثابرة بالعلم لازم نتعلم كان يقولوا لنا أطلب العلم ولو في الصين نعم شوف يعني ما قال لك هنا الصين كم ساعة بيننا و بينهم سبعة عشر ساعة لحد ما توصل في الطائرة صحيح لو كنت سافرت هاكل يوم في أبوه متى توصل هاي يبقى لك أيام يقول لك أطلب العلم حتى لو في الصين حتى لو في الصين أطلب العلم مهو تعلمت لا يمكن توصل إلى نهاية نعم الوالد إحنا مستمرين إياك بناخذ شوية اتصالات بس إذا تسمح أنا أبغي لاتصالت أبوي أسمع صوت من برع بعد شوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم عاد بشاركنا في الاتصالات ونشوف عاد الأسئلة عادة يعني نشوف هذا السؤال شو بيقولوا يا فاطمة من اللي بجيرة شحالك يا فاطمة الحمد لله مبارك عليكم السهر علينا وعليك إن شاء الله شو انطبعت عن البرنامج النيشان برنامج جميل الصراحة كل سنة نتابعه زين احنا كل سنة تابعون هاي سنة عند بقاكم تابعون زيادة لا على طول نتابعكم إن شاء الله إن شاء الله لك علاقة في الطيور والسؤال فيها يا فاطمة لا لا زين عادة إحنا نبقى نخليش تدخلين في عالم الطيور شوية أوكي ما علي بنشوف يلا معلومة تستفيدين منها وأنا ما أغشش ترى ها كيفتش لا أنا عرف أنك أنت طيب بتغشش إن شاء الله يا بتراتي الحين شا سوي أنا يلا إن شاء الله حين يقولك السؤال عندك عشرين ثانية شو هو الفنتير الفنتير عطني خيارات الوالد تبقى خيارات فاطمة شو هو والله إذا تبقى خيارات ما بنقصر فيها أعطوها الخيارات ومستعدين ساعدها عليها إن شاء الله أنا بعطيك الخيارات واسمعي الوالد شو بيقول هل هو طائر من طيور البحر ولا أنه تمساح ولا أنه نوع من أنواع الحيوانات الفنتير أول الله الأول 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 نوع من أنواع الطيور نعم زين تعرفين شكل الطير هذا؟ الوالد قالت أنه طير نعم بس شو صفات الطير هذا؟ أول شي هذا الطير نعم هو طير بحري نعم لكن يختلف عن كل الطيور نعم من شيئا ناحيتين أول من ناحية الأرجل نعم نعم نرى مسافة الريل بينه وبين الأرض نعم ومسافة الرقبة كم طولها والمنقار هذا يقدر يمد المنقار هذا ويبعد عن الأكل نعم نعم يعني الريول طويلة نعم والقمت طويلة ومنقارة طويلة نعم عرفت يا فاطمة هذا الفنتير هذا الفنتير ليش هو سموه فنتير نعم يعني من كبر طولة أو عرض يعني أوصل إلى المنقار نعم فاطمة مبروك 1500 درها مقدمة من مؤسسة الشارق للإعلام أروحي دوري الطير وتعالي عايشة من أبوظبي مرحبا عايشة مرحبتين شيف حالك عايشة بخير الحمد لله عاد أهل بوظبي يعرفون السؤال هذا يعرفون الإجابة أنا بس ألف سؤال عن الرطب الرطب بعد الوالد ما بيقصرياتي أنا ما أقشش اليوم ما فيه ما عندي رحمة اليوم السؤال يقول الرطب هامد شو المقصول بالهامد الهامد اللي الرطب الليل اللي خلاص من السوي يعني اللي ينكل ولا اللي ما ينكل اللي ما ينكل ها؟ اللي ما ينكل يعني يعني ينكل ولا ما ينكل ما ينكل عايشة أنت من بوظبي؟ الهامد الهامد ما ينكل ما ينكل زي بنسمع جواب الوالد الوالد الهامد ينكل ولا ما ينكل والله هي لما نطقة بين الرطبة بين التمرة بين البسرة الهامدة اللي هي ناضجة نعم وجاهزة للأكل جاهزة للأكل يعني شو جابتك الحين عايشة ينكل 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 هي أنا سمعت ما ينكل أنا سمعت جيل اليوم ما علي سامحيني يا عايشة لكن أنت فايز بألف وخمسة ميقرها في هذه الأيام واجب علينا نساعدهم مقدمة من مؤسسة الشهر قليل الإعلام الوالد كل الشكر والتقدير لك الله يخديك الله يبارج فيك إن شاء الله نحنا والله نستمتع فيكم يوم نجي الله يبارج فيك إن شاء الله ونستفيد من هذا حتى نحنا لو أننا مثلا نجاوب على هالأسرة بس نحنا نستفيد منها أصلا لأن أحيانا تمر علينا مصطلحات وكلمات مصطلحات وكلمات نحن نحفظها أصلا أو نصححها أصلا الله يبارج فيك إن شاء الله نحي مثل هاي الكلمة قاتل هامد ما ينتقل أنا شو أكل يعني أنا صح أكل الخلال أكل بسر أكل لما تهمد مثلا هذه وتنظى نعم تكون جاهزة للأكل يعني جاهزة للأكل حتى بطعمها نعم وقال عقب أسويها تمرة أنا صح الوالد أحنا بنسوي تمرة حين وإحنا يأسين في القهوة بس عليها تتريان مشاهدين كرام نطلع لفاصل سريع ومراجعي لكم إن شاء الله عدي دوب تعترضنا يلا نطع فاصل سريع مشاهدين كرام ومراجعي لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى فقرة الأكلات الشعبية وأنتو على موعد في كل ثلاثة من كل أسبوع بنعرض عليكم طبخة من طبخاتنا الشعبية واليوم إن شاء الله بنشوف طريقة إعداد المحمر وعدنا بعد مقلة صافي الوالد أحمد إن شاء الله بتخبرنا عن سر هذه الطبخة حياتي الله الله يسلمك حياتي الله وشحالك مبارك عليك الشهر الله يبارك فيك اليوم ما شاء الله جدورنا فيها عيش محمر ومقلة صافي شوية خفيفة صالونا نزين في البداية ليش مسمينا محمر؟ محمر إنه عيش يسوي أحمر يعني يسوي بالشكر بالشكر؟ هاي يعني يقلون الشكر يسويونه بالشكر ويسويونه بالدبس نحنا اليوم يسويونه بالشكر وهو اللي يعطي اللون الأحمر؟ هو يعطي اللون هذا الأحمر هاي عادة نحن متعودين العيش مالح يعني العيش الأبيض العادي هاي أكل جديمي جديمي يعني ما يدودنا من زمان اللي هو نزيج المحمر هاي طريقة إعداده من البداية بنمسك الموض هاي ينقل الشكر إليه ما يسوي أحمر ويصبون عليه الماء وخلونه يفوروا عقب يحطون العيش أعداد العيش العادي؟ نفس العيش اللي بيض وعقب يشخلونه ويردونه في الجدر ما شاء الله عليك أنا اليوم شفتت حطيتي الماء قياس العيش قياس العيش ما يحتاج شخال هاي لا بس شخلناه عقب شخلتوه؟ هاي هاي هزين خطينا ماء ونشوف هنا بعد شو عدنا؟ وقلينا السمت ما شاء الله قلينا السمت وشطنا البصل والطماطع وسوينا صافي وسوينا صافي هنا الفصافي بكبارة يستوي ما شاء الله هاي صافي يتقلق التلي قبل؟ أول يتقلق السمت شوية ويعقب ينقلق البصل والطماطع هاي صالونا خفيفة شوية تسبار هاي وبزار يعتي حموضة شوية يعتي حموضة هاي شوية يعقب ويطلعوا العيش المحمر يعني حلو لذيذ بدل ما يستوي يابس العيش اهي انزين الوالدة هاي الطبخة شو أفضل نوع من أنواع السمت لا يعني المحمر المحمر يستوي للصافي القرفة الشعري الصغار السمت الصغار أفضل يمكن في ناس حبون يسوون جيش كبار بس الأحلى بس الأحلى تكون أحلى أحلى يكون الصافي والجيش الزريدي شيء يعني حلو يطلع فيه انزين العيش مثل ما ذكرتين طبخ بدل الملح نحط شكار ما شايش ما شاي ملح ما شاي ملح بس شكار انزين هل في يعني بس يعني الصالونة اللي تنحطوا يا العيش هل في أشياء ثاني ممكن نحطوا يا هذا العيش المحمر هي حد يقلي البصل بصل وسمن ويحط فوق العيش بعيد ويسوون سمت مقلة يابس فالناس أذوق حد في ناس حد يأكلون يا إذا سووا بصل فوقه وسمن شوي يأكلون يا سمت بشوي على حسب ذوق الناس هي يعني نقدر ناكله ويا كذا طبخة ويا كذا طبخة إنزين لو نتكلم عن الوقت كم يأخذ اللي من الوقت ما يأخذ حتى ساعة ما يأخذ هي وهو العيش روحا روحا العيش والسمك نمس الشي إذا أنتي مبهر السمك الشي وقلتيه وسيشطي البصل والطماطا والسمك ناضي ما يبالي شي إنزين لو نتكلم بعد عن السمك يعني يتنوع نحنا هنا عندنا ما شاء الله أنواع وايدة وكل نوع يفضل لطبخة معينة إنزين حين عرفنا إن الصافي زين أفضل ما يكون ويا الصالونا إنزين إنصافي والقرفة حق المحمر يعني هذا أفضل يعني أغلب الناس تقولوا شو ما سيوين محمر وصافي أغلب الناس تقولوا ديمت يقولوا لطي إنزين ويردون ويردون يسوون لا يشيطون البصل ويعقون عليه السمك يتحمر ويا البصل وينحط عليه البزار ويحط عليه البهارات اللي تبعينا ما يحطون طماطا في المتبوس ما يحطون طماطا حين تلقطين المتبوس في كل شي طماطمون ما ينحط داخل المتبوس لا نحن بقى الوصفات الأولية هي الوصفات الأولية عقوا ما يشيطون البصل ويحطون عليه السمك سكروا الجدر قصروا وعضوا وخلوا يضرب فيه ريحة البصل فيه عقوا عليه اللوم اليابس والبزار والكركم وكيوما رقوا عليه المايلين يفور يوم يفور طلعوا السمك إذا السمته عودة ما شغلوا البلح اللي في النص فيها والأطراف ورده والبلوح داخل واختلطا البلوح والعيش المتبوس هي زين لو بس تسمحي لنا الوالدة في عندنا اتصالات بنشوف الاتصالات ورادين إن شاء الله لطبقه هنا حي الله منصور السلام عليكم منصور السلام الرحمن يا مرحبابك شيف الحال؟ بنعم الله عفيت مبرك حي الله للعين يا مرحبابك مبرك على الشهر علينا وعليك إن شاء الله وش حالك؟ بنعم الله عفيت كيف صحت بخير الله عفيت شفت طبختنا اليوم؟ هي نعم سمت هي سمت بس الحين سؤالنا بعيد عن اللكل السؤال يقول شو المقصود بالتغرودة شو هي التغرودة؟ التغرودة؟ هي نعم هذا في يمكن مثل الشلة يعني نوع من شو؟ هل هي أكلة؟ هل هي لبسة؟ هل هي؟ ها هي عيدين لهذا؟ انتبه للوقت انتبه للوقت شو هي التغرودة؟ فن شعبي فن شعبي فن شعبي وانت صح ألف مبروك يا منصور فستويالنا بجائزة قدرها ألف ذرهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام بالبركة ونرجع للوالد أم أحمد ويا طبختنا اليوم مقلة صافي ويعيش محمر عادة هذي مثل ما ذكرتي من الأكلات الأولية هي اللي يمكننا الحين ما حد يسويها ألد شي يوم يكون فيه صبار هي يعني حطولي شوية صبار هي يطلع حامضة الأكل تستوي شوية حامضة على العيش اللي هو فيه شكر يطلع حلو زينا الوالدة الحين خلنا نقول يمكن حد ما عنده فكرة عن هاي الطبخة حد يديد عليها الطبخة كلمة أخيرة تخبرينه معنا نصيحة في الإعداد ولا في الهذا ما يبقى ما يبقى شي يعني المحمر الله أمان تشيطين الشكر إليه ما يستوي أحمر يعني على حسب فيه ناس يحبون يبني زيادة غامج فيه ناس يحبون فاتح شوية فيه ناس بعد قاموا شي يسويون يحطوا للون شوية بس ما أحلى شي إنما أدخل في الألوان قلتي إما بالشكر أو بالدبس 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 طلعب على أوليين الأوليين ما عندهم شكر يا هاي يستعملون الدبس تحطين الدبس لين يفور شوي شوية الدبس يسوي لرغوة وتصبين الماء عليه فالدبس شو يسويه سوي رغوة ما مثل الشكر يسوي لرغوة شوية فتشلين الرغوة تعقينه وتصبين وتحطينه هاي ما شاء الله إذن هذه كانت طبختنا لهذا اليوم يعطيش العافية ومحمد وما قصرت وتسلمين إذن مشاهدين الكرام شفنا وياكم طريقة إعداد المحمر وصالونة الصافي خلونا ناخذ هذا الفاصل الصغير إن شاء الله وردي لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا وسهلا في النيشان ويا فقرة عاد هاي الفقرة في صناعة الطبول عادان يا صدق عاد الصوت هذا ماي بالرأس فنرحب بك يا أخونا أمان خميس ومرحبا بك في النيشان احنا طبعا في البداية نبقى نعرف كثير من الناس ما يعرفون شكال صناعة الطبول في البداية طبعا نحنا بنتكلم عن أنواع الأخشاب وأحسن أنواع الخشب اللي تستخدمونه في الطبول صناعة طبعا شو أنواع الخشب اللي تستخدمونه السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم صناعة الطبول طبعا القديم الخشب اللي هو الساي الساي ومن السدر ومن نعم ليش يعني تختارونها لنا على سألنا قوة الخشب قوة الخشب زين نحنا عادنا نشوف ما شاء الله أنواع الطبول في لهم مسميات معينة أكيد يعني هذا كطار نعم وهذا طبل طبل وهذا طبل وهذا طار طار الطيران والطبول هي إقاعات بس كل شيء لها كل قطعة لها مسمى واستعمالها ولها الاستعمال في شيء معينة على حسب يعني مثلا نشوف هذا الطار هذا طار هذا فيه شسمه شو شامونا هذا؟ براشيم براشيم نعم هذا ما نلغش هذا قبل نعم البراشيم نعم فهذا الطار حين طار كبير يسمى دف دف اللي هو يعطيك الصوت البيس نعم نعم والطيران الثاني اللي هي ما بدون براشيم هذا بدون البراشيم اي حق الصقال صاغول نعم هذا الصوت هذا اللي يسمع هذا اللي شمع نعم نعم زين نحنا نشوف جدامك الحين ما شاء الله طار نعم وعندك اليلد وهذا كيف تصنع الطار الحين يعني عندك اليلد وعندك الحبل نعم هللل طبعا هذي الخيط هي يا خيط نايلون يا قطن زين وهذه الابرة اللي نستعملها حق الارقام زين مثل ما تشوف انت هذي يثبت الخيط يثبتها على الخشب يثبت الجلد نعم هذا الخيط زين الخيط هذا يثبت اليلد الموجود هنا اي وعلى الخشب زين نعم نعم الابرة انت الشسمة تحطها تضخف الخشب نعم ايه لها فتحة هاي 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 الفتحة هاي 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 الفتحة اه في فتحات اوردي انتو مسوينها يعني ايه جاهز جاهز الفتحات نعم ايه نعم ايه نعم انت طبعا باحساسك تعرف الفتحة موجودة ايه 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 هاي هذه هي اللي مثل ما نقولنا اعتبرها الخطوة الاولى يعني نعم احنا 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 وياك اخوي امان نعم احنا ناخذ شوية اسئلة من جمهورنا الكريم و ليما يعني تشتغل هناك عشنا بناخذ بعد شوية مكالمات اه عندنا مكالمة سالم سالم مرحبه يا سالم يا مرحبه ساعة يا هلا وسهل اخي سالم شحالك يا هلا ملايين ما يسدن يا هلا وسهل فيك يا مرحبا عليكم الشهر علينا وعليك إن شاء الله عاد جاهز للسؤال أخوي سالم إن شاء الله يجاهز إن شاء الله ترى السؤال هذا عليه ألف درهم إن شاء الله تعرف العنقور 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 شو العنقور ما شاي خيارات بلى بأعطي خياراتها فعليك ما شاء الله وائد حريم يتصلون إحنا بقى بعد ريايين يشاركون وريايين إحنا نفازهم أفعليك العنقور هل هو التفاح ولا الموز ولا العنب 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 الثبت يا أخوي سالم الشار شار أخوي ثبت خلاص ثبت وجابتك صحيحة ألف درهم مقدمة من مؤسس الشرق للإعلام العنقور يعني العنب مبروك إن شاء الله يا سالم زين إحنا شو قاعدين نسويها الحين قلنا نرقم الطهار زين هذا كم بيأخذ لوقت خيامان يعني هو نص ساعة على حسب يعني مثلنيك واحد مستعدل ممكن تسرع زين عقمات عقمات تخيط مثلني اليلد في الخشب هذا طبعا الآن أنت حاطنا في الماء على أساس أنه لا يبس على أساس ما يبس إذا يبس إذا يبس اخترب عليك الآن أكيد زين عقمات كم تحطها في الشمس لما يبس خلاص لما يبس بعدين نشد بروحها في الشمس في الشمس يمكن نبس ساعة لأننا عقب ما تخلص هذا على أساس أن تشوف هذه نعم من الماء عقب ما نخلصها نحط طبعا ما في مقنية بالكوار نحط الفحم شوي فيه فحم تخلي في النار عقب ما خلصه عساس هذه تروح كنسيد على طول وفي الشمس عادي بعدين تحطه الوقت اللي بتحتاج له بتحطه نعم واليلد عن طبل عن طبل يختلف يعني أكيد نعم نعم طبعا مشاهدين الكرام شفنا مع ضيفنا أمان خميس علي العشر عن طريقة صناعة الطبول تحتمد على الأخشاب الجيدة على أنواع الجلود من هذه الفقرة مشاهدين الكرام كل شكر والتقدير لأخونا أمان ننتقل إياكم وجبة الفطور عند أهالي الجبال خلونا نروح نشوف هذا التقرير فرصة لتبادل الأخبار مشاهدين الكرام نشوف هذا التقرير وراجعي لكم سريع إن شاء الله موسيقى موسيقى كريو يتكون من التمر ومن الخبز من الأسل من الجبن والله العصال من الجبل والتمر من النخل والخبز من الأول شيء يهيسوا وبعد يجيبوا الرحاء ويطحنوا وبعد ينزوا فيها التنور والله يوم ييدنا الضيف طبعا نقرر نحبيه ونقرر فيه نعم ويبعد أهل أفوالهم الموجودة والخبز والعسل والجبن ونقرر باليماعة طبعا ونقهويهم ومن نخلص من القهوة ناخد علومهم نعم وبعد ما نخلص العلوم سوال في الدار نعم أنا الجبل أنا العسل أنا الغنم أنا النخيل هذه الأشياء الموجودة يعني اشتركوا في القناة إذن مشاهدين الكرام عدنا مجددا في النشان قبل أبني هاي الفقرة الوالدة موزة هالله هالله بالمحمر والصافي سحوري عندك إن شاء الله مشاهدين الكرام أيضا مثل ما شفنا هذا التقرير عن فطور أهل أهالي الجبال وما زلنا مستمرين اليوم مع ضيفنا المتميز الأستاذ عبدالله الهدية الشحي الباحث في التراث شفنا هاي الفقرة عن الفطور أهل اللي بال أيضا تدخل في مسألة اختلاف البيئات اليوم حتى بالنسبة لي المأكل والمشرب نتكلم شوي بشكل عام عن هاي الجزئية نتكلم عن هاي الجزئية لكن هذا الموقف بالذات نعم وهذه اللمة الجميلة نعم البيئة أعطت نعم والإنسان الإماراتي أيضا أعطى صاحب العاملة في الدغوة مثلا نعم كل المنطقة تأخذ من العومة نعم صاحب هذا الشاحوف أو الزورق اللي جاب يعني صيد معين نعم كل من حضر لديه لابد أن يأخذ شيء نعم يحليه نعم الخير يعم نعم لابد صاحب مزرعة النخيل نعم وهو جاي شاي للمخرافح سواء كان صغير أو كبير كل من يلتقيه في الدرب لابد أن يقول لتفضل نعم والثاني لابد أن يأخذ لابد حتى لو رطبه وحده سبحانه لأنه لا يرد الكريم إلا اللئيم نعم مبدأ نعم تصور أحيانا يعني قد يكون عنده عدد بسيط تين أو لوز أو كذا نعم عندما يرى هذا الذي يلتقيه في الشارع يحلف أنه لا بد أن يأخذ هذا الشيء الذي ربما يكون أطفاله في حاجلة صحيح هذا نوع أستاذ من الإثار أيضا هذا نوع من الإثار نعم صحيح موسم في البيئة الزراعية نعم موسم اليداد نعم نعم كل من حضر لابد أن يأخذ أيضا كمية من هذا نعم صحيح ابن الجبل نعم وسط يعني في وقت حصاد القنح اليداد نعم لابد كل من حضر يسمونه الحشد نعم عندما يحتشلوا بهذا المكان الكل أيضا لابد أن يأخذ نعم ولو شيء بسيط صحيح هذا التكافل إذن هذا يقودني أيضا إلى المدخل إلى أني أنا أصل إلى ما رأيته في هذا التقرير الجميل نعم البيئة حسب ما فيها وحسب ما أعطت ابن البيئة أيضا أعطى صحيح عندما يأتيك الضيف تذبح له نعم أفضل ما عندك صحيح وبالتالي أيضا يأكل الضيف ويأكل الجار ويأكل جار الجار أيضا من هذه الدبيئة نعم وهذا تدخل في مسارة السنع و كرم لابد و كرم الأخلاق عند السنع الآن أشار أن نأخذ علوم الضيف نعم نعم لكن متى تأخذ علوم الضيف حالتين نعم الضيف إذا كان في حالة خطر تأخذ علومك قبل الأكل و أنا أعتقد أن طريقة كلامه نعم و ملامح وجهه و لغة جسده هي تتحكي ذلك صحيح لأن ما عنده وقت أصلا أنت تعطيه الضيافة و بعض الضيافة تسأله شو علومك نعم صحيح لكن إذا كان الضيف جاي عادي كذا لابد من الضيافة أولا ثم تأخذ علومك نعم من الذي يأخذ كبير القوم هو الذي و كل يحاول أن يفضل الآخر أيضا أنت الآن لما تكرم ضيفك أو أن تريد أن تمدح شخص معين نعم أولا تبدأ بالضيف صحيح حتى في ذكر الإسم حتى بالضيف هذا هو السنع الإماراتي نعم نعم تحضر المائدة عندنا طريقتين في من يأكل مع الضيف نعم نعم لنوع من الوناسة لنوع من تبادل الأحاديث نوع من كذا و عندنا من لا يترك الضيف يأكل على مهلة حتى لا يسبب لها أحراج صحيح في البيئات نعم وبالتالي هذه السنع الإماراتي الأصيل يعني من المفترض أن يكون الآن كمادة نعم في مدارسنا جميلة هذه البرامج لها دور كبير نعم في التوعية وفي التدقيف نعم ولكن النشأ أيضا يحتاج إلى مادة تكرس هذه العادات الجميلة نعم اليوم إحنا دخلنا سادة عبدالله في العولمة دخلنا اليوم ما شاء الله في عالم يعني الصناعات الإلكترونية وأيضا الإنترنت الذي دخل اليوم ما شاء الله أغير مفاهيم كثير جيل جديد وصل كيف اليوم نقدر نحافظ على هذا التراث وعلى هذه العادات والتقاليد أن أصلها في ظل هذه التقنيات الصناعية الجديدة لا شك أنه يعني زمن ما نسميه بالغزوة الثقافية نعم الآن اختراق فتري نعم في وقت هذا أنت الآن جزء من هذا العالم نعم ولا بد أن تتماشى مع كل معطيات هذا العصر نعم لكن كيف تحافظ على ثوابتك نعم وتنقل ثوابتك إلى العالم الآخر بحيث أنك أنت لا تسمح لنفسك بأن تصادر الآخر ولا تسمح للآخر بأن يصادر ثوابتك من هذا المنطلق أيضا هذه التقنية لو وظفت بشكل جميل نعم وعرضت لأجياننا وعرضت أيضا للعالم الآخر صحيح يعني هذه هي ثقافتنا صحيح ليست هو الماضي ترى الهوية هي نظرتك للمستقبل من خلال حفاظنا على هذه العادات وهذه التقاليد عبر وسائل التواصل الحديث الآن توظيفه بأي شكل نعم فيلم قصير توظيفه في لقاء توظيفه في كده توظيفه من خلال مشهد نعم هو هذا الحفاظ صحيح أنت واكبت العصر وبالتالي أنت ما زلت محافظ على جذورك إذن أستاذ تعددت الأسباب والهدف واحد والهدف واحد على التراث يعطيك العافية وما قصرت على هذه المعلومات الطيبة أستاذ عبدالله الهدية الشحي باحث في التراث يعطيك العافية إذن مشاهدين الكرام خلونا نأخذ هذا الفاصل وراجعي لكم النشان برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة رعاية سعادة حياة 2XL قرية الشعب متعة التسوق وعراقة الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منوية أنا جابر السلام السجل من عيمان السجل شحالج السلام عليكم الحمد لله أخي الله يسلمك إن شاء الله كل عام وانت بخير وانت بخير رمضان كريم عليكم على دولة الإمارات وشيوخ الإمارات علينا وعليكم إن شاء الله سجل سؤال سهل السؤال يقول الآهال وفي بعض عشان أسهلش يعني أنتي ممكن ما سمع هاي الكلمات في بعضهم يقولوا نوع من أنواع الفنون الشعبية هل تختص في الفنون البحرية ولا البرية ولا الجبلية الآهال الآهال سريع عندش 20 ثانية البحرية البدوية البحرية البحرية ولا الجبلية ولا البدوية سريع البحرية البحرية وأنتي صاح وأذرها مقدمة من مؤسسة الشارق للإعلام ومبروك يا سجا ونقول سلام عليكم أخوية معه مرحبا أختي مساء الخير مساء النور والسرور ما حالك يا إيمعة الله يحفظك يا رب الحمد لله بخير جاهز للسؤال أكيد يقول لك شو يعني كلمة وطر وطر يقول لك وطر أول شو كلمة وطر وانتبه للوقت أقول بكريات أول لا يعني قريب شو بس لا بالضبط شو هو وطر وطر يعني تاريخ وطر للأسف خلصوا لوقته وتواصلوا يعني إن شاء الله كل مرات المقبلة تفوز بإذن الله نعم نروح الحين مشاهدين الكرام إياكم نشوف سؤال حلقة الليلة والمثل يقول يقول المثل أطحن له بر ويطحن لي شعير ماذا يقصد بهذا المثل إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة ونلتقي فيكم إن شاء الله باتشر ونتريأ أجوبتكم بإذن الله تعالى وهذا بطبيلة وأنا أتريأ بعد المحمر ونشوفكم باتشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتظر مشاركاتكم مشاهدين الكرام وتصبحون على خير يا نايم الليل قوم تسحر 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 يا نايم الليل قوم السحر يا نايم الليل قوم السحر